رجعنا مرة ثانية وآخر فقراتنا في نهارك سعيد منهورني في السوديو شاعر ياسر قنطوش صباح خير ومنهورنا في نهارك سعيد نهارك سعيد الأغنية شفناها الليلة غفران من كلمتك ودي أغنية زي ما قلت لدي أنها الوحيدة اللي بتوجه رسالة وبشرة بالضبط ودي الغريب في الموضوع أن حد النهاردة موجودة كل الكرنات الفضائية ومحدش بزحي يعني الليلة طلعت من نهار لايف من حوالي وسبعين وزعتها ونحن بني ديالة التونسفون المصر النهاردة أنه هو الوحيد اللي ممكن يساعد لأن أغنية دي الوحيدة اللي بتتعامل مع الإخوان بطريقة مباشرة بدون مواربة بدون طبطبة لنهم ما نفعش معهم غير كده ماشي طيب ليه ما بتتزعش؟ هذا اللي أنا بسأله يعني انتوا قلوا إيه اللي وصلك؟ إحنا دلوقتي اللي بيحصل دي الوحيدة لو شفت التتر بتاعها جاء أسكاطات مباشرة على العناصر الكبيرة اللي عملت اللي احنا فيه النهاردة ولسه لحد النهاردة أزيالهم ماشيين بيعملوا فينا وبيبهدلونا كلنا كمصريين والشرطة والجيش والشعب أنا بسأل السؤال ده معك ليه ما بتنزعش؟ طب يعني الليلة غوفران مسألتش؟ الليلة غوفران جات بيها هنا ماشي هنا بس مسألتش القنوات التانية بقى ليه حدش بيزيعها؟ احنا مدير الانتاج بتاعنا مفيش كناف فضائية في مصر مفيش الأغنية دي بلا استثناء اه يعني هي مشكلة؟ لا هي المشكلة يعني فيه ناس بالأسف بتحاول تعمل مواربة ودول ما نفعش بقعهم مواربة يعني خايفين على مشاعرهم مسأل؟ لا مش خايفين على مشاعرهم باختصار الأغنية دي بتقول انت وشفت البداية بتاعتها جايباهم هما سبب الخراب اللي فيه مصر اه كان الاربع الكبار اللي هما جايين في بداية الأغنية وبيتكسروا الدم وبوع الدم وديجي على الاخر كوبليه فيها اللي هو حق الشرطة بقول ليه دم الشهيد بيروي أردنا كل واحد فيهم بيحمي أردنا اه يعني انا حط كل الأغاني الوطنية على فكرة الأغنية دي مرشحة الأحسن أغنية وطنية 2013 الوحيدة اللي دخلها مباشرة على الإخوان بدون ده ما بقول حضرتك من واربع بدون طبطبة مرشحة فين؟ في مراجان الموسيقى العربية ان شاء الله طيب يعني خلينا نعرف برضو حاجات تانية كتبتها وطني اه طبعا ايه بقى يعني كتبت المين تاني انا بالنسبة الوطنية انا اعمل ان شاء الله فيه اوبريت اسمه حق مين انا من خلالكو بدع كل طبعا بنحط ألحانه دواتي مع الموسيقار محمد ضياء وبدع كل الفنين المصريين اللي عايزين زي مثلا بتاعة مصطفى كامل زي تسلم الآية هو كبير ويساع الكل وانا بقول على هوا اي حد فنان مصري اللي عايزي شارك فيه شرفني باتصال او بالأستاذ محمد ضياء وهو عنده الاغنية وممكن اقولكو شوية منها لو طب ياريت نسمح حتى كده منه هاي بتقول حق مين؟ الصورة قامت عشان مين؟ عشان حقي؟ ولا حقك؟ ولا حق الملايين؟ حق مين؟ حق اللي مات ورح ضمه هضر ولا اللي عاش وانفرم ويا السنين حق مين؟ حق الجنود اللي فرفح ولا الكيل اللي طفح حق مين؟ حق حمادة اللي انسحل ولا الجند اللي رحل حق مين؟ حق اللي اتخنق من زحمة اشارة ولا اللي مات بالحصرة والمرارة من الكهرباء والبنزيم حق مين؟ حق الشاطر اللي اشترى الاسور ولا مرسي اللي خدنا بالدور حق مين؟ حق المزيع اللي اتمنع من الكلام ولو اتكلم يبقى معادي للإسلام حق مين؟ حق الدستور اللي انسلق ولا القاضي اللي حاسس بالقلق حق مين؟ حق المسيحيين اللي قلقت تاني واحدة بس اخر كبليه فيها يعني انتوا في مرحلة دلوقتي وضع الحين مع محمد بيق الدين ان شاء الله بيجدني الله ولسه ما استقرتوش على اي أساني؟ والله احنا معروض مفتوح لكل احنا الاغنية بتاع التاد الحالي كانت تفاها برضو قبل ما تلايلها تغنى لوحدها كانت معاها اتذى نادية مصطفى المطلبة نادية مصطفى وفي النهاية اتكررنا على واحدة ان هي برضو كانت كبليه واحد او كبليهين فمكنش ينفع اتنين يغنوها مع بعض بس لا تنفيش اي ترشحات لسه؟ والله هو مش يعني احنا مش عايزين نحرك حد على الهو يعني في ناس تمعت وان شاء الله ربنا سهل حلو او حلو او طيب غير الوطني يعني عملت اي تاني اعمال اي تاني؟ هو فيه اغنية اسمها بجد اسفة وندمانة دي برضو قلحان والتاس محمد دياء وفيه اغنية اسمها خرس الكلام وفيه اغنية ان شاء الله على عيد الحب بتعمل دوتو كده من اتنين مطرب ومطربة برضو ومشان اقول اسامي يخلها مفاجئة كده ان شاء الله تنزل على عيد الحب والاتنين الاولين دول مع حد؟ اه الاول نية فيه مطربة يعني من اسمها هايدي موسى دي بتاعة عرب ايضا لو تفتكرها احنا عمنا لها مجموعة اغاني كده ان شاء الله تنزل الالبوم قريب في السوق ان شاء الله وقبل بقى كده يعني قبل كده انا اطلا كتكاتب ساخر عندي كتاب اسمه احتلال امريكا ده الكتاب ده موجود على انترنت مترجم من انجليزية هو صدر سنة 2007 بيتكلم عن الوضع العرب والمسلمين واللي بيحصل بحكي فيه اللي حصل دلوقتي ومحض الصدفة فيه واحد استاذ ادب انجليزي مقارن شافه في السوق وخده ترجمه الانجليزية وخد منه موافقة وكتب كتاب عنه اسمه امريكا في مرآة عربية وهو موجود دلوقتي صيد لي على النت بيتكتب اسمه على جوجل احتلال امريكا فرانكو عربية زالك كتاب كامل مترجم الانجليزية وان شاء الله برضو يعني فيه احتمال كده بنعمله سيناريو مع سيناريست كده كده ان شاء الله بحس نحاول نعمله فيلم سنمائي احتمال يتحول فيلم ان شاء الله بإذن الله طيب وهو نزل انت الكتاب سنة 2007 2007 والحد النهار يعني بيحكي الحاجات اللي بتحصل هو نزل 2007 بس الاسف يعني ما عملش مباعد كويسة انه محدش في مصر بيقرأ يعني يعني هو كان قبل الصورة طبعا الكلام ده يعني الناس انتبع منه كميات بسيطة في السوق محدش قرأ كتير بس يكفيني ان الراجل اجنابي الاعراف والاعراف مني ازل الاشتنام للسوق ويكلمني وقالي انا عايز اترجمه واخد مني موافقة كتابية وكتب عنه كتاب اسمه امريكا في مرآة عربية بيحكي فيه ان العرب المسلمين بقوله عليه امريكا هي هو الكتاب بيتكلم اسمه احتلال امريكا وكتابه هو بقى نجح احنا هذا أكبردك هو موجود على النيت الاخبار دي كلها اه 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 ان اه 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 واستاذ ادب مقارن في الجامعه الامريكية أصلا ده استاذ بيتكلم عنه عن الثقافات العربية وتصورها ورأيها عن أمريكا حلو قوي يعني أصلا كانت البداية مع كتاب ساخر وبعدين تحولت للشعر الغنائي أنا بحكم شغلي أصلا محامي ومحامي معظم فنانيين تاريخ يعني أنت أصلا محامي عندي مكتب محامي هنا في سكاهرة ومكتب في سكندرية وبحكم علاقاتي كمحامي المعظم الوسط أنا قريدي بكتب من زمان فبدأت الفكرة فأقعد مع واحد صاحب مثلا زي محمد شاف الكلام أعجبه قال لي والله ياسر ليه أنا حتى بعمل دوان يعني الدوان بجمعه كشار فإن شاء الله أصدد أنه يصدر قريب بإذن الله طيب يعني التحول ده لأنه الشعر في مصر محتاجي بقى فيه تنوع ولا شايف إيه يعني هو الشعر في مصر دلوقتي المفروض يميل أكتر للوقع يعني دلوقتي الحياة ما بقاش تتحمل للأسف يعني روموسيا بتاع الزمان والستينات والخمسينات لأن الناس دلوقتي بقت مطحونة من اللي بيحصل وبيشوف يعني أنا الأغنية ديت يعني إحنا لطفنا من كلامها كتير هالفكرة كان فيها كلام أكتر شوية سخونة من كده يعني أنا قعدت مع محمد قال لي بلاج دي شوية طب عشان يعني هتبقى أفجع قوي بالنسبة لهم توصلنا للسيغ الأخير ده عشان كده يعني لازم الواحد في الفطرة ديت زي ما قلت من أول حلقة المواربة ما تنفعش أنا أكون واضح الناس دول اللي إحنا فيه النهاردة والجنود اللي ماتوا في رفح وغيرهم 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 يعني وعلى فكرة أنا في صورة 25 يناير عشان بس النسمة أنا جاي لا أنا عندنا صورتين 25 يناير و30 25 سرقت ونطوا عليها الأخوة البعدة وخطفوها وعلى فكرة برضو كتبتك سيدة في 25 هل اسمعها قالوا علينا لو في وقت ممكن برضو تقول آه ممكن نسمح حتى برضو جزء منها جده ولا هي مش جهزة لا جهزة معي هل بتقول قالوا علينا قالوا علينا خلصنا خلاص قالوا علينا مفيش خلاص قالوا علينا عايشين في سبات قالوا علينا شعب ومات قالوا علينا عشقنا سكوت قالوا علينا نطق نموت قالوا علينا مش حاسين قالوا علينا نطلع مين بصوا لقونا في غمضة عين بصوا لقونا يوم لتنين منقل بكرة خلاص ما وعدنا مع عيد الشعب وعدنا بكرة خلاص راجعين لمنتاني للحرية الأحلى أماني بصوا لقونا نصور بتقول مش هنفضل ناكل فول وناس عايشين في أسر ومباني وناس مش لقية اليوم التاني شبعنا خيانة شبعنا فساد شبعنا يا عالم استبداد قالوا مبارك قالوا جمال وإحنا صبرنا صبر جمال إحنا صبرنا العمر بحاله لحد الشعب معادل نضاله قالوا مبارك قلنا رجاله قالوا خلاص ما هو من شاله وفيه جزئة تانية بردو بس يعني دي اتعملت دي انا قلتها في مدان التحرير والأسف يعني الإخوان ما خلوش حد يعرف يقول حاجة نحن نشتغل دلوقتي يعني دي قلتها بعد الثورة اه قلتها بعد الثورة في مدان التحرير طيب ومؤخرا نتيجت التاج بقى لأنه مطربين يغنوا الكلام عشان يوصل أكثر اه بالزبط كده طيب شايف أنه أغنية لما تروح لإسم زي ليلة غفران توصل للناس بسهولة ولا لا هي ليلة فلنا جميلة بصراحة وإحنا ما كلمناها ما فكرتش قالت لأنا معاكم وبالفعل جت أخذ الكلام ما أبدتش أي ملاحظة عليه ودخلت أستاذ وسجلت أنا أصدي أنه لو إسم ثاني أنجح من ليلة غفران كانت الأغنية وسط بشكل أحلى لا أنا أرى أن ليلة غفران مطربة من الصف الأول يعني ما أحضرها من حضرتك مطربة أيه من الصف الأول يعني يعني أنجح بمعنى يعني أقوى من صوتها مثلا لا مش صوت بس أنجح في الشارع النصري يعني فيه أنجح قصدك أنها ممكن تكون مغربية لا 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 خالص أنا أتكلم أنه فيه أسماء أنجح من ليلة غفران كتير والله أنا أقول لحضرتك يعني أضي المشكلة اللي احنا تكلمنا فيها في الأول خلص أنه الكليب ما بيتعردش هل ده من ضمن أسباب وأنها ليلة غفران ولا موضوع ليه علاقة بأي حاجة تانية علاقة أنه لا علاقة الكلام بتاع الأغنية أنه فيه إسكتاطة واضحة على الإخوان ففيه كونات ما بتحبك تتصدم صدام مباشر أحنا مش معاكم أحنا مش معاكم بس وبعدين لازم أقول مش معاكم بصوت عاجل وده للأسف بسيحنا شوفت من فترة أخيرة بقى بقى بلو أنه فيه كليبات أقول لي عملة زي كده لا يعني انت راجع كده هتلاقي واحد أغنية تسلماني دي على جنب الوحدة دي أغنية لها ماتح وبالنسبة للجيش والشرطة دي أغنية لها حقهم لكن أي الأغنية اللي نزلت في فترة الأخيرة بتتكلم بالشكل ده مع الإخوان كله بنقول الشرطة لكن أنا داخل حتى أنا قد قاعد مع اللي هو بيعمل المادة الماتيرية اللي بتاعة الأغنية وتعمدنا إحنا أنا وأستاذ محمد ومدام ليلة نختار الدخول ده لهم صورهم بتتكسر بتقول وإحنا بنده لكم مشوف حالزعوة بقى كم مرة في السنة معرفش عندهم معامل ازاي على عموم يعني طيب إحنا اللي جاي قلنا أنه برضو فيه مع أستاذ محمد بياض دين آآ إن شاء الله بإذن الله ومفيش حاجة تانية مع ليلة غفران والله برضو خلال وقتها أنا ما بحبش أعرض على حاجة أنا فيه كذا كلام مع كذا حد بس أنا ما بقولش حاجة لما تبقى حية يعني مجرد يعني أغنية تاعة الحادي كان فيه ثلاثة هيغنوها قبل ليلة غفران آآ وكان المفروض أنه هيبقى معها مادام نادية مصطفى معها آآآ والأسف برضو في آخر لحظة فعشان كده أنا ما بحبش أول حاجة غل ما تبقى موجود بالزبط كده تمام الشعر ياسر قنطوش أنا بشكرك جدا عاوجودك معي النهاردة وبتمنى لك التوفيق في فترة لليلغاية شكرا 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 خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا كلها لكن بكرة أرد دلوقتي في ساعتين إن شاء الله الساعة 9 سيكون معاكم فريق عمل جديد في يوم جديد نهارك سعيد شوفكم على خير سلام